السلام عليكم متتبعين القناة ومرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم ان شاء الله غنحطر معكم اللوبيا البيضاء طريقة ديالها سهلة وطريقتي بالنسبة للمبتديئات وإلا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ديالي مرحبا بكم والف مرحبا ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوسلكم دائما الجديد ندوزوا المكونات اللي غنحتاج ليها عندي هنا خمسمائة جرام نسكيلو ديال اللوبيا البيضاء اللي رطبتها الليلة في الليل للاقبل وكتكونوا غسلتوها مزيان شي ثلاثة المرات بالنسبة للعطرية عندي معلقة سغيرات الخرقوم والملحة وتحميرا الفلفول احمر ليفزار وسكنجبير عندي التومة كما كتشوفو خمسة ديال الريوس معلقة كبيرة مركز الطماطم شوية زيت العود الماء عندي تماء اطرونس عندي هنا شوية ديال المعدنوس نقطع بصلة صغيرة ماطيشا تهيا تكون صغيرة وعندي القزبور والفلفو السودانية كنديرهم اخر مرحلة نبدأ على بركتي الله كنشد ماطيشا كنحكها كما كتشوفو فرص صغير بالنسبة للماطيشا تهيا تكون حجم صغير ما تكونش كبيرة شفتوا الحجم اللي هي للبصلة ماشي كبار بالنسبة لتومة كنكتر فيها تومة القطنية كاملة سير ديالها هي تومة كتعطيها واحد البنة والمنفعة للصحة برتمة خمسة ولستة ديال الريوس وبالنسبة للريوس رمشي صغار تومة كندوزهم بغيتو تتحكوهم بغيتو تتخليهم باينين لكم الاختيار البصلة كما شفتو تهيا غادي نحكها في ذاك الراس للغلية ديال حكاكا صافير غادي نضيف ليها توابيل كما كتلكو من المعد نوس القصبور هو اخر في التقاط طيب عاد كاللوح لها القصبور بعد ما طفت ليها توابيل غادي نزيد ليها زيت العود قياس نصف كاس كما بالنسبة كما قلت لكم بالنسبة المبتدئات بارك الله را ما كينش لي ما كيعرف شي طيب اللوبيا اللي بويتسي نشارك معاكم هاد طريقة اللي كان ديرانا ضفت ليها معلقة كبيرة دمركز الطماطم غادي نشد هاد المكوينات كاملين غادي نارضهم فوق البوطة من بعد ما كيما شفتو تشحروا شوية كنضيف ليهم اللوبيا من بعد ما تغسلوها قبل ما ترتبوها سكن تنقيوها وعاد ارتبوها في الماء ومن بعد اغسلوها شي ثلاثة مرات ولا اربعة حتى كنت تنقها مزيان عادي نكلكم تتعملوها كيما شفتو اضفت هادي نضيف اترونس ديال الماء موهما غادي نوصلو لدوك الرويصة دوك كيما كتشوفو دوك العوينات ديال الكوكوت وصلت لما تماما مبعد ما دستلي ساعة اللارب حليت عليها هدا هو الشكل ديالها على نار طيبتها ناقصة كنضيف ديك القزبور كياسمعي القاة كبيرة ديال القزبور كيعطي واحد البنة رائعة كتكون طابت اللوبيا صافية كيما كتشوفو خاترة كنضيف لها القزبور هو اخر اخر مرحلة هي سودانية بالنسبة اللي ما كيبغيش الحر ما يضيفوش انا كتعجبني اللوبيا كتعجبنا كاملين اللوبيا بالنسبة ديال الحر صافية غادي نخليها واحد خمسة دقايق فوق البوطة وكنطفع ليها وهدا هو الشكل نهائي ديال اللوبيا اللي حضرت معاكم كتجي خاترة وعاقدة والمدق ديالها رائع ودك البنة ديال القزبور فتالي ما كان حتش نضيف لها قاع اي ضامة ديال البنة ولا شي حاجة فيها المدق ديالها رائع نتمنى هاد الوصفة سريعة تنال اعجاب ديالكم وتجربوها الى ما كتوش كديرو هاد طريقة ونتمنى او طبق اليوم او وصفة اليوم تنال اعجاب ديالكم واللي ما زال ما اشتركش معايا كنقول ليه مرحبا بيكو الف مرحبا واللي معايا في القناة شكرا جزيز شكرا على التعليقات والتشجيعات الى وصفة اخرى ان شاء الله الى اللقاء